وقاد عون حكومته العسكرية المصغرة من القصر الجمهوري في بعبدة معتبرا أنها تمثل الشرعية لم يحضر إلى دار البرلمان نواب حزب الله وحلفائهم من تكتل الإصلاح والتغيير برئاسة ميشيل عون تعتبر أن المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ تهدف إلى تضييع الوقت والحقيقة إلا أن رئيس الجمهورية العمد ميشيل عون لم يوقع على المرسوم أنا العمد ميشيل عون تعرفوني بالحرب تعرفوني بالسلم ترجمة نانسي قنقر